هذه بعض أقوال السلف في الصيام أيها الكرام نوردها إلى مسامعكم لنستشعر عظم هذه العبادة العظيمة قال الحافظ بن كثير رحمة الله تعالى عليه الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة وقال الحافظ بن حجر العسقلان رحمة الله تعالى عليه ليس المقصود من شريعة الصيام نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر الشهوة وتطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة وقال العلامة بن القيم رحمة الله تعالى عليه فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أياد الشهوات فهو من أكبر العون على التقوى وقال العلامة السعد رحمة الله تعالى عليه الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امثثال أمر الله واجتناب نهيه فمما اجتمل عليه من التقوى أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله جل وعلا فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه بالطلاع الله عليه وقيل للأحنف بن قيس رضي الله عنه وكان رجلا كبيرا قيل له إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك فقال إني أعده لسفر طويل والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى أهون من الصبر على عذابه وصدق رحمه الله تعالى وقال ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه كلاما مانعا وجامعا عن الصيام قال كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام عن سائر العبادات